الله الرحمن الرحيم اليوم محاضرتنا نبدأ نعيد ما أخذناها قبل نصف السنة ونبدأ بموضوع اللي هو اسمه الحاسبة التناظرية الانالوج كومبيوتر وعدنا هنا بهذا الموضوع شون نسوي الحل الـ differential equations by using operation amplifier يعني شون نستخدم الـ operation amplifier حتى نحل معادلات الـ differential equations أو معادلات المشتقة اللي بيها مشتقة وهنا لما نجينا سؤال بمشتقة دائما ننطلع المشتقة على صفحة ونساوي المعادلة يعني نطلعها بجهة ونحل المعادلة يعني مثلا إذا جانا هذا السؤال بهالشكل اللي هو هذا السؤال هنا ينبع هناك هذه المشتقة رح نطلعها بجهة وهذه الرجعها بالجهة الثانية ورح تصفى المعادلة بهذا الشكل طبعا إذا جتنا المشتقة بهذا الشكل أو عليها هاي النقطة فهي نفس الشيء فعني سواء بهالشكل أو هالشكل فهنايا رح نحصل على هذه المعادلة هذه المعادلة اش عدنا هنايا عدنا اثنين امبوت هاي الإشارة وعدنا هذه الإشارة فرح أول شي نبدأ بيه أنه نرسم قالب قالب يعني مثل الاسمميشن مثل الجامع جامع وهو قالب رح نبدي بهالشكل هنايا اش عدنا 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 الفوفتي وعدنا الأي في فنقول الفوفتي هذه قيمتها وعدنا هنايا هاي الأي في فهنايا الأي في ممكن ناخدها ناقص وممكن ناخدها زائد احنا رح ناخذها ناقص بها الحالة ورح ناخذ FFT موجبة ورح نجي ندخلها على القالب الجامع القالب فهناي FFT شرح تطلع سالبة وناقصاً VFT شرح تطلع موجبة ممكن الطالب يحل السؤال بطريقة ثانية يعني ياخذ هنا سالبة وياخذ هنا موجبة راح نيجي نحط هاي المقاومات قيمتها هذي جدا مهمة راح نيجي نباوع ال-F of T بيها هنا يشيو وياها ماكو بيها شي فإذن هذول المقاومتين يكونوا مستساوين لين قلنا احنا بال-Operation Amplifier هاي المقاومة العبدور مهم بعمليات التكبير فهنا هاي المقاومة ويا هاي المقاومة يجب أن تكون نفس القيمة حتى حاصل قسمته مش يطلع لي يطلع لي واحد بس هاي هنا يش عندي ال-V مضروبة بأي فإذن هذه المقاومة وهي مونفسها هذه المقاومة إذن هنا ال-R2 راح تكون مونفسها ال-R1 بحالة ويا ال-V حتى من نقول R2 تقسيم R1 راح يطلع لنا فتكون ستاند اللي هو فتقيمة ثابتة فترقهم 1-2-3 على سبيل المثال هو هنا منطي أي فهناي حاصل هذولي راح يطلع لي بهالشكل ناقصا وهناي راح يطلع لي هذا positive لأن هناك كان negative إذن هذا كل شيء ساوي يساوي نفسها هذه بس بالناقص يعني حتى خلينا نقول ناقصا DV of T حتى حصل positive مالتها اش راح أسوي راح أدخلها على قالب من دخلتها على قالب اش راح يسوي راح يطلع لي DV على T وهناي F of T كانت سالبة صارت موجبة وهناي زائدا أي V of T صارت سالبة اللي هي نفس هذه المعادلة إذن هساني طلعت طلعت المعادلة شاحتاج أحتاج أمشي بعد بالمعادلة حتى حصل على هاي القيمة اللي أنا جيت انطيتها منها اللي F of T هذا هو ما حاجة من تجيك F of T بالسؤال هذا هو اتجيبها بدون ما أي قال يعني بدون ما حاجة تطلعها بس اتجيبها من مصدر ها هي انتهى فهناي اش راح نسوي هنا هاي هذه المعادلة ال D V of T راح شنسوي إذا دخلناها على انتجريتر ش راح نصير راح نفسها تطلع تنزل درجة يعني هنا كانت المشتقل أولا إذن هي صارت V of T كانت موجبة صارت سالبة زين جئنا هنا اشغط قيمة المتسع اشغط قيمة المقاومة لمن هنا ما أحتاج أي رقم مضروب بال V of T راح أكتب واحد مايكرو فاراد على واحد ميجا اوم وبهالحالة طلعت الإشارة ناقصا V of T ونجيبها هنا وتجي هي ناقصا V of T وكمل السؤال ممكن الطالب يحل السؤال بغير طريقة أنا بديت من ناية F of T موجبة وهذه سالبة ممكن الطالب يحط هنا سالبة ممكن الطالب يحط هذه موجبة ف يعني ممكن أنا أجيب لك بالامتحان ما أجيب لك هاي المعادلة أجيب لك هي محولة وكاملة أكتب لك DV of T DT تساوي مثلا بهالشكل يعني ما نطكيها بهالشكل وممكن المهم يعني هذه صيغة السؤال بس ممكن الطالب من يجي حل هنا ما يبدي بناقص V of T يبدي بزاد V of T والطالب اللي يريدي يجرب خلي يجرب شوف إش تطلع النتيجة بالنتيجة لازم يحصل على نفس نفس الناتج يعني لازم تطلع نفس نفس يحقق المعادلة النهائية المثال الثاني عندنا هنا المشتقة الثانية زايدا 4Y فتحة زايدا 5Y تساوي صفر نحن نجي نبع منه أي مشتقة أعلى فهذا هو اللي انطلع يعني انطلع على صفحة فراح يصير المعادلة بهالشكل راح هنا ايش عندي اثنين امبوت فراح اجي ابدي مين ابدي راح اجي ابدي من ناية اقول انا عندي قالب جامع قالب واش عندي واي فتحة وعندي واي واي وبالبداية اخلي مقاومات وهنا اخلي مقاومة بدون ارقام اجي اباوع خلي هنا اش قد عندي واي فتحة عندي اربعة شنو الشي اللي اقسم على فتر رقم يطلع لي اربعة فاختاريت واحد ميجا اوم وهنا اختاريت 250 كيلو يطلع لي اربعة وهنا عندي خمسة اذا الواحد اذا اقسمها على ميتين راح يطلع لي خمسة وهنا اخترت اشاراتهم موجبة ممكن الطالب مثل ما قلت اختار سالبة ويشوف الشي يطلع له لازم يطلع على نفس يعني لازم يطلع على النتيجة صحيحة فان اختاريت اهنا موجبة زين بعدين اش عندي راح اشوف نتيجة القالب اش راح يطلع عندي الجامع القالب فراح يجمع لي اياهم واحد تقسيم ميتين وخمسين يطلع لي اربعة وهذه واي فتحة راح اصير ناقصا اربعة واي فتحة لان كانت موجبة وقلبت الها سالبة بعدين هنا عندي واحد تقسيم ميتين راح تطلع لي خمسة وراح تطلع سالبة اذا هذا هو بالضبط طلعت على واي فتحة زين هسا احتاج امشي هنا بهذه المعادلة حتى احصل على هذا وحصل على هذا وقول هذا هو كمل الحل فش احتاج حتى احصل على واي فتحة اجدخلها يطلع لي واي فتحة يقلل درجة يقللها ويقلب الاشارة لان هو قالب يعني هو المكامل هو يقلب زين هنا ليش اخترت واحد اخترت واحد ميجا اوم واخترت مايكرو فاراد لان هنا عندي بدون رقم بصف يعني كل شي ما اكو بصف الواي ما اكو رقم لو خلن نقول خمسة واي تربيع لازم هنا احط واحد ميجا فاراد وهنا احط ميتين المهم هنا رح اخلي واحد بواحد وحصلت على الواي فتحة زين الواي فتحة حصلتها بس انا اريد واي فتحة بوزيتف فبهالحال اش رح اسوي رح اجيبها على قالب الواي فتحة رح اجيبها على قالب بس اقلبها هس احتاج واي اش عندي انا هنا عندي عندي ناقصا واي فتحة وعندي واي فتحة بوزيتف فرح الم اختار ممكن هذه اقلبها بس رح تطلع سالب انا اريدها موجب فرح افضر ااخذ ايه هذه وجيت دخلتها على المكامل وقلبت الى بوزيتف واجيبها هنا وسوي هاي الاشارة حتى معناته ذولة ما متصلين هيتعرفوها وهنا كمل الحل يعني الطريقة الثانية للحل هي فقط انه ذولة اشاراتهم اخذهم مختلفين او كل وحدة شكل بل حالة خلي الطالب يجرب ويشوف شي طلع المهم تطلع النتيجة الصحيحة بالتأكيد بس طبعا على ذولة رح يزيدون القالب وذولة رح يزيدون بس النتيجة لازم تطلع بالأخير صحيحة المثال الثالث هنا اشعدنا منطي هذه المعادلة هنا يعدي مشتقة ثانية هنا عندي المشتقة الأولى هنا عندي V of T وعندي F of T قلنا F of T إذا تجيني ما حاجة قبل انطيها Direct وما اتعامل وياها وعوفها مثل ما هي فهنا رح اجي احط هذه على الجهة الثانية وذول اعزلهم بالجهة الأخرى وراح اجي احل هنا شنو فرق هذا السؤال عن السؤال السابق هنا عندي ثلاثة input ثلاثة input ما اكون مشكلة رح ارسم جامع قالب قبل اخذنا اثنين input رح استخدم ثلاثة input فراح اجي ابدي من اش عندي اول ما ابدي F of T F of T كانت موجبة هنا استخدمتها سالبة حتى تجي هنا بالقالب تطلع لموجبة زين واش عندي هنا بعد عندي مشتقة الاولى وعندي V of T يعني عندي المشتقة الاولى وعندي V of T هنا اخذهم طبعا ليش ناخذهم عكس هاي الاشارة لان هما بالمعادلة هذول سالبين وهذه موجبة يعني الطالب مو يخليهم تلاذتهم نفس الاشارة دائما يعكس الاشارات ليش لان هما هنا مختلفين هذول شكل وهذي شكل يعني الطالب ممكن يحل يبدي انه high positive وهذول اثنين هم يخليهم negative ويجرب شوف شوف يطلع فهنا استخدمنا هذول الاشارات مالتهم راح اجي استخدم اقول هنا طالما F of T اذا ش راح استخدم واحد ميجا اوم على واحد ميجا اوم زين هذه عشرة عشرة شون اطلعها واحد ميجا اوم تقسيم ميتين واحد ميجا اوم تقسيم العفو ميت كيلو طلعت عشرة زين هذه اثنين اذا واحد ميجا تقسيم تقسيم خمسم ميت كيلو فهنا راح ينجمعون راح تنقل بشاراتهم اش راح تطلع لي F of T ناقص عشرة D في of T ناقص اثنين V T اش طلعت هذه طلعت بالضبط هي نفسها هذه بالسؤال هي هذه طلعت نفسها من اي هذه لازم اطلع قيم قيمة هذه وقيمة هذه وانتي السؤال يعني هذه المشتقة الثانية حتى حصل على هذه افوتها على مكامل مرة وحدة وحتى حصل هذه افوتها على مكامل مرتين فخلي نجرب نبدو ويا هذه فاش راح نسوي جبناها على المكامل الاول راح تقلب اشارتها من الزائد قلب اشارتها للناقص هنا يقلنا واحد ميجا فاراد وهذه ميجا اوم نخليها بهالشكل وتتقسم تطلع واحد لان هنا ماكو كونستانت وياها ازين اش طلعنا طلعنا هذه بس هاني احتاج هذه بوزيتف هنا طلعت لي نكاتف احتاج احتاج اجيبها من نايا بس اقلب اشارتها جبتها على القالب واجيبها من نايا قلبتها موجبة صارت صح هس هسا هذي المشتقة طلعت سالبة اجفوتها على مكامل رح يقلب ليها موجبة ويطلع لي فيه مثل ما انا اريد اعتقد واضح لانا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته